معاناة إنسانية وخدمية يعيشها سكان منطقة حسينية المعامل في بغداد بسبب غرق المنطقة بمياه المجاري وانتشار النفايات في الأحياء بعد تلكئ مشروع تبليط الشوارع وسط إهمال وفشل حكومي في حل أزمتهم المستمرة لأكثر من سنة البدراج أو قرية البدراج بقضاء الزوراء ناحية الحسينية هذه القرية تعاني من عدة مشاكل منها مشاكل المجاري مشاكل الشوارع مشاكل جايشوفونا بأيونكم البيئة الوساخة القذارة تعاني المنطقة اليوم من الحالة الصحية الرثة والحالة البيئية الرثة أمراض وتلوثات المحافظة ما لها علاقة بالمنطقة سنلقام مقام ما لها علاقة بالمنطقة سكان والمنطقة أكد أن هناك فسادا بين المقاول والمسؤولين في ملف تبليط الشوارع وأن ذلك تسبب بأزمة صحية تمثلت بانتشار الأمراض والأوبئة بعد توقف المشروع أولد استياء شعبيا بسبب تجاهل أزمتهم إحنا تبهدنا صارنا سنة جابونا مقام القيب مقام الزوراء سيد كاظل يابلنا مقاول المقاول شغلتنا وياه يوم وياه شار الشردة المهم سوى شوارع مالتنا وخلى السواقه ذبانا على المقلع إحنا بس نريد نشوف القيب مقام شنه دوره وياه المقاول ذب السواقه على المقلع والمقلع فيضنا وهس أمراضه وخيسه لو يجوا ويشوفه بس قاعد على الميز ويحشي لك بالوطنيات هذا كله تشيذب الله كله تشيذب بالله متواطو المقاول مقام متواطو أيام وياه خفز بالدولة وهزي يطعب الحام وياه ما يقدرون به الشبكة كلها مرتشة وهذا الشارع هافه صار له آل يوم من تموز العام لحد السنة سوانا مجاري المجاري سوا بيها ذبها على المقلع لازم وين يربطها؟ يربطها بالبوري جاء بوري لالول مكسروا الدفنة يربط المجاري على المقلع هسأناه بجاعد لقضية شنه تعالوا استحبوا للموية للمطقة بيش انسحبها بحلوقنا؟ يعني هذا مقاول ما يستحي وبعدين عندنا مسؤولين في حزب الدعوة ما يستحون ما تعيش منطقة حسينية المعامل من أزمات إنسانية وخدمية وصحية يعكس حال مناطق عديدة في بغداد والمحافظات ويشيب انهيار القطاع الخدمية جراء الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة